استمع مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني من أعمال دورته الخامسة والخمسون إلى تقرير مفصل من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي دعا فيه إسرائيل إلى ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان تواصل إسرائيل حربها على غزة عبر انتهاكات مستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي إن غياب المسائلة الدولية خصوصا من مجلسكم الموقر هي ما يدفع ويشجع إسرائيل لمواصلة اعتداءاتها ويعرقل الوصول إلى سلام دائم المملكة العربية السعودية خلال كلمتها حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالبت بوقف إطلاق النار وإعادة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة وإحياء مسار السلام هذه المنظمات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن وحتى الجمعية العامة لأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان حتى هذه اللحظة لم تقم بما يجب أن تقوم به وما يتوقع منها المجتمع الدولي وأيضا عائلات الضحايا وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويقصف يوميا تنديدات عربية للوضع الكارثي في غزة وانتقادات لازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية ومطالبة بوقف الإبادة الجماعية وتحذيرات حول العواقب الكارثية للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح كل ذلك خلال أعمال المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جونيف تنديدات أممية في مجلس حقوق الإنسان بالوضع الكارثي في غزة طاها يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف ترجمة نانسي قنقر